من بين الدوافع التي تجعل رجال يرجعون إلى كهوفهم، ويصبحون هادئين هي كالتالي، حين يحتاج الرجل إلى التفكير العميق في مشكلته، لكي يسهل عليه إيجاد حل علمي، فإنه سيرجع إلى كافه حين يصبح منزعجاً أو يعاني من ضغط، فإنه يحتاج إلى أن يكون وحيداً لتهدئة نفسه، واستعاد قوته مرة أخرى، لأنه لا يريد أن يفعل أو يقول شيئاً قد يندم عليه لاحقاً حين لا تكون لديه إجابة عن تساؤل أو مشكلة، فإنه يحتاج إلى أن يدخل إلى كافه لإيجاد الإجابة حين يحتاج الرجل إلى أن يستجمع نفسه، ويستعيد نشابه، ويجد ذاتها مدودة، القمية مرة أخرى